بتبدأ الحكاية بطفل ماشي في مختبر وكل اللي حواليه ميتين وفي ظروف غنضة والطفل وهو ماشي بيدور على صديقته واللي بنشوف واحدة مسكها وبتهدد الولد بيها وبتقول له ما تقربش اكتر ولو عمل اي حركة هتموتها على طول ولكن الطفل ما بيهتمش وبيتصرف عادي وبيقرب اكتر لكن فجأة البنت اللي بتكون مسكاً مسدس بيحصل لها حاجة غريبة وبتموت فجأة والظهر ان ده يعني بيكون من فعل الطفل ده وبيرقل اللي كان بيدور عليها وبيبقى فرحان جداً بينتي البنى المشهد وبيكونوا فوتوبيس والبنت بتصحى الولد ده واللي بالمناسبة اسمه يجيرو وكل اللي ظهر في الاول ده بيكون مجرة حلم منه والبنت اللي بتصحيه بيكون اسمها تومشيكا وبتقول له انت ازاي عصلاً عارف تنان في وسط الدوشة ديت وبيكون في تنين عملك بيهاجم عليهم ومخلص على معظم اصحابه وفجأة التنين بيرجع تاني يهاجم والمرة دي بيستهدفهم علشان يخلص عليهم زي البقيل ولكن وفجأة يجيرو بيستخدم كوة غريبة وبيخلص على التنين في ثواني من غير اي حركة حتى وتومشيكو بتكون مصدومة من اللي هي شايفاه ومش عارفة ايه اللي حصل ويجيرو ما بيردش عليها ولا بيعبرها وبيقعد يلعب وده اللي بيعصبها جداً وبتقول له انت ازاي هادي في وقت زي كده بعدها بقى بتقول له احنا لازم نتحرك من هنا علشان اكيد التنين ده يرجع تاني يهاجم علينا فبيرد عليها وبيقول لها ما ينفعش يخرجوا برا علشان هما مش عارفين في ايه وده احسن لهم وقتها بقت موشيكه بتبدأ تحكي كل اللي حصل اثناء ما يجيرو كان نايم وبتقول انهم اثناء رحلتهم دخلوا نفق غريب ولما خرجوا منه لأ نفسهم في مكان غريب غير اللي كانوا فيه وبتظهر بنته وبتعرفوا منهم انتقلوا العالم تاني وبتعرفهم باسمها واسمها الحكيمة شون فبيحاول استاذ يطردها ولكنها في السواني بتخلص عليه وطبعا في الوقت ده يجيرو بيكون نايم ومش همه حاجة بتكمل البنت ده وتقول لهم ما تخافوش لانها مش هتيجي جنبهم بس لو في حد داييني هتكون دي نهايته وده طبعا بيخوف كل الطلاب جدا وبيكونوا قاعدين يسمعوا كلامها وكمان بتروح مخلص على السواع علشان لمس قوتها وانها ممكن تخلص على اي حد منهم في السواني وبتعرفوا منهم انتقلوا العالم تاني وكمان هي اللي استدعيتهم علشان يكونوا حكماء واقوياء زيها وبتفعل قوتها والطلاب بتبدأ تنور ومحدش فيهم فاهم اي حاجة وتمشيكو بتستغرب انها ما حصلهاش حاجة هي وكم واحدة منهم بتعرفها ان اي حد نور فده معناه ان النظام بتاعها تفتح وبقى عنده قوة خارقة هيقدر انه يقويها بالتدريب وبتقول لهم انه قدامهم شهر واحد بس ويرفع قوتهم فبتسألها تمشيكا طب واللي ما عندوش قوة يعمل ايه فبتعرفها ان مش الكل يقدر ياخد القوة لانهم ضعفاء وبتهديها وبعدها بتقول لها انها لو ما قدرتش تحصل على القوة فده بيعرض حياتها للموت وبتعرفهم ان اول مهمة هتكون من ساعة من دلوقتي والساعتها زميلة تمشيكا بتفتح الاحصايات بتاعتها وبتعرف ان المهمة الجاية هي يهروب من تنين اكل البشر ولازم ان يدورها على خطة قبل ما التنين ده يهاجم عليهم بيقوم طلب ساعتها وبيقولهم ان ما فيش اي حل غير النوم يكتازوا المهمة واللي بيكون رضبطه في العالم ده جنرال وبيكون عنده المهارة ان يكون اي مجموعة علشان يحقق هدفهم وبيطلب من الاشخاص اللي بيمتلكوا القوة انهم يكتبوا احصائياتهم او اي قوة بيمتلكوها وبعدين بياخدوا كل الطلبة وبيطلعوا برا الاتوبيس وبياخد معاه كل الطلبة اللي عندهم قوة سحرية فقط وبيسيب اللي ما عندهوش قوة ولما واحد من الطلبة بيتعصب ويواجب وبيقوله ان ده مش عادل بيظهر وقتها قوته وبيقولهم انهم ما عندهمش اي فرصة انهم ينقوا في العالم ده وبكده انت هكونوا عقب على باقية المجموعة وبينادي البنت بعدها وبيطلب منها انها هتفعل قوتها عليهم بتعمل كده فعلا وقوتها بالكون الجاذبية علشان التنين اول ما يشوفهم ينجذب ليهم ويقولهم او الناس وبيقول الوقت ده اللي اسمه سجيره اني بالطريقة دي اول ما التنين يوصل هنا هيقولهم او الناس وقتها بيكونوا هم هربوا ووصلوا للمدينة بامان وبيقفل الاوتوبيس عليهم بعد كده هو بيمشوا باقية الطلبة وما بيعديش وقت والتنين بييجي فعلا وبيخلص على كل الموجودين وما بيتفضلش غير تمشيكا ويجيره فقط ويجيره مش همه كل ده ولكن اللي بيكون همه انه مش هيعرفش حن الموبايل بتاعه هنا بتسأله تمشيكا وبتقوله انت اللي قتلت التنين مش كده لكن يجيره بيتوه وبيقولها انه ما عملش حاجة ولما بيطلعوا من الاوتوبيس بيكون قدامهم 3 طرق اما انهم يروحوا للمدينة او يروحوا للجبل او يدخلوا الغابة وبيخضوا بالهم ان في حد طير وجاي عليهم ويجيروا بيكونوا عاوز يخلص عليهم لكن تمشيكا بتمنعه وتقوله انهم زماينا وما ينفعش نعمل معاهم كده فبيقولها يجيروا ما تنسيشوا انهم كانوا عاوزين يقتلونا والطلبة لما بيوصلوا هناك بيسترابوا ان التنين بيكون في حد خلص عليهم وانه يجيروا تمشيكا لسه عايشين ولما بيوصل عندهم بيكونوا مدائين جدا لان كان هدفهم انهم يحولوهم لزومبي بعدما التنين يخلص عليهم بتتفاجئ تمشيكا انهم برضو لسه عاوزين يقتلوهم وبيتعصب طالب منهم وبيواجه ضربة من النار بتضمر الجبل كله والشخص ده بيكون قصد انه يخوفهم مش اكتر وبعدين بيارود على تمشيكا انها تنضم ليهم فبيتخاف جدا وما بتبقاش عارفة تعمل ايه لكن يجيروا بيكون هدي جدا وبيقول لها اهدي وانه هو هيتصرف وبيرفع صابع واحد بس وبيؤمر واحد منهم انه يموت والاتنين التنين بيتريوع عليه وبيقولوله انت فاكر انه كده هتعمله حاجة يعني ولكن بيتفاجئوا بصاحبهم وهو بيقع على الارض وما بيتحركش وبيحذروا يجيروا الباقيين وبيقولهم ما تتحركوش من مكانكم ولكن واحد فيهم ما بيسمعش كلامه وبيروح عنده صاحبه وقتها يجيروا بيستخدم كوته وبيخلص عليه ومش فاضل غير الوادي التخين ده ويجيروا بيقوله لو اتحركت هتحصلهم ولكن برضو ما بيسمعش الكلام وبيستخدم كوة العلاجية عليهم لكن طبعا من غير اي فايدة وقتها بتتأكد تومشيكا ان يجيروا هو اللي خلص على التنين لما هاجم عليهم وبيقولوا الوادي التخين ده انت قتلتهم ليه بيقولوا يجيروا انهم قتلهم علشان بيدفعوا عن نفسهم الوادي التخين برضو مش مصدق كوة يجيروا فبيقولوا يجيروا تمام لو عاوز تجربها بنفسك انا موافق ولكن الوادي التخين ده بيترعب وبيفضل يتوصل ليه انه ما يأذهوش ولكن في نفس الوقت بيكون بيفكر في حاجة خبيسة جدا وبيقرب منه علشان يقتله ولكن يجيروا بيوقفوا في مكانه وبيقولوا انا برضو عند القدرة انه اشعر بالخطر واعرف اذا كان الشخص ده نيته انه يقتني ولا لأ ساعتها الوادي التخين ده بيقعد على الارض من الصدمة وبيتوصل ليه انه ما يقتلهوش بيسألوا يجيروا وقتها وبيقولوا انتوا ليه اتغيرتوا لما حصلتوا على الكوة فبيعرفهم انهم مش اول مرة يدخلوا العالم ده وان من فترة استدعاهم ساحر كوي علشان يحربوا معاه ويهزموا ملك الشياطين وانهم نجحوا فعلا وساعتها رجعوا للعالم بتاعهم تاني وبعد ما يجيروا بيعرف الحكاية بيكرر ان يخلص عليه فبيقعد الوادي ده يتوسل انه ما يخلص عليه وبيكلم تمشيكة وبيقول لها ارجوكي خليوا يجيروا يسامحنا وما يقتناش لكنه ما بيصعبش عليها وما بيدفعش عنه وقتها بيفكر الوادي التخين ده وبيطلع طوق سحر من معاه وبيقولوا ان لو لبسه هيكون خادم لها ولما بيلبسه فعلا بيتحول وبينفز اي طلب يأمره بيها لكنها ما بيكونش عجبها انها تبقى مسيطرة عليه فبتخلوا يجيروا هو اللي يأمره ويجيروا فعلا بيقولوا يدخل الغابة اللي مليانة وحوش والوادي بيخاف جدا وبيقولوا اي حاجة غير كده لكنه ما بيقدرش يعصي الاوامر بما انه لابسوا الطوق وبيمشي بالعافية ناحية الغابة لكن يجيروا بيوقفوا فجأة وبيقولوا انه ما جابش سريتهم لأي حد مش كده بس لو معاك اي حاجة عليها ايمة سيبها وامشي وفعلا بينفز كلامه وبيعمل كل اللي تقال له عليه بالحرف وبيسيب كل اللي معاه وقتها تمشيك بتستغرب منه وتقولوا يعني انت مش خايف ان اخونك او اخضر بيك فبيقول لها مش مهم اللي انت تعمليه لاني اخترتي اني احميك بنفسي وبينتقل بنا المشهد لقلعة طائرة واللي بتعيش فيها الحكيمة شيو بيدخل عليها واحد ماسق قيمة اللي مكتوب فيها اسام الحكام المحتملين والقيمة دي بيكون فيها اسماء الطلاب اللي نجحوا في الاختبار الاول ولكن بيكون في بعض الطلاب اللي ما نجحوهش واتقاتل على الرغم انهم عندهم قوة وبيعتبروا من الرطب اس بتستغرب الحكيمة وبتقول له ان ده ممكن يكون بسبب سحر الموت الفوري وبيكرروا انهم يروحوا يدوروا في الموضوع بنفسهم وبعدين واخيرا يجروا تمشيكا بيوصلوا للمدينة ويجروا كالعادة مش هم كل اللي بيحصل وبيكون حاسس بالكسل ولكن الحراس بيكون خلاص هيقفلوا بوابة المدينة لان في المناطق اللي زي ديه لازم تتقفل بالليل علشان اي حوش ما تهجمش عليهم بتروح ديسألهم تمشيكا ليه بيقفلوا البوابة ولما الحراس ما بيفهمش لغتها وبيستغربوا منها بيقعادوها في مكان كده لغاية ما ييجي واحد بيتكلم معاها وده بيفرحهم لانها اخيرا لقيت واحد يتفهموا معاه وبيعرفوا يجروا انهم انفصلوا عن بقية الطلاب وبعضين وصل هنا وبنعرف ان الشخص ده بيكون رئيس المدينة واللي بيتعصب لما بيعرف الحكاية لان اي حد لازم يدخل المدينة لازم يدفع رسوم ولكن بيكون جالوا امر انه ما يعترضش اي حد يكون مرشح ان يكون حاكم بيسألوا يجروا وقتها ازاي يوصل للعاصمة الملكية علشان يكون مع بقية الطلاب لكن رئيس المدينة بيرفض بكل غرور ان يساعدهم باي معلومة وبيكون نيته مش تمام خالص ولما تمشيكة بتحس كده بتشد يجروا وبيهربوا من المكان على طول بيسألوا يجروا هو مستهرب ليه عملت كده فبتقولوا انها خايفة يتتل هو التاني فبيعرفها يجروا انه مش شخص مهووز بقتل الناس بس هو عمل كده علشان يدفع عن نفسه مش اكتر واسناء ما هم مشين بيتفقدوا من المدينة بيتفاجئوا من جمالها وروعوا تصاممها وزي ما تكون مدينة من حكاية خيالية لان كل اللي شايفهم مع معبارة عن وحوش وبتقطع ماشيوم واحدة بتشبه القطة وتقولهم ان اسمها ميرو وبتقولهم انها ممكن تساعدهم لواجهوا اي مشكلة في المدينة وده كله من غير مقابل وان ده هدفهم من الاساس وهو انهم يتقربوا من الناس اللي بيكونوا حكماء في المستقبل فبيستغلوا يجروا الموقف وبيطلوا منها انها تساعدهم وتعرفهم كل حاجة عن المدينة وبعد ما بيتوريهم المدينة بنشوف تموشيكا وهي بيكون اشتريت شوية حاجات ومن غير سابق انظر بيلاء نفسهم متحوطين بمجموعة من الوحوش ويجروا بيقولوا انه كان متوقع حاجة زي كده لان في الزمن ده محدش بيساعد حد بالمجان وتموشيكا بتعتزله هي التانية لانها وثكت في الكتة دي من غير ما تتأكد من حسن نيتها بيقطع كلامهم رئيس العصابة وبيقول ان هدفهم اصلا الحكماء المرشحين اللي بيكون ما عندهمش اي كوة سحرية زيهم وده طبعا لانهم مش هيقدروا يدفعوا عن نفسهم وبيفكروا انهم بعد ما ياخدوا كل اللي معهم هيبيعوهم علشان ياخدوا فلوس اكتر وطبعا تموشيكا بيكون مرعوبة وخايفة جدا منهم لكن طبعا الكلام ده ما بيمشيش مع يجيرو اللي بيقول لهم احسن لكم تبعدوا عن الطريق علشان مخلصت عليكم وقتها بيعود يتريعوا عليه وبيكونوا فاكرين ضعيفوا ما عندوش اي كوة سحرية وعلى الرغم ان تموشيكا برضو بتحذرهم الا انهم برضو ما بيسمعوش الكلام وبتظهر البنت اللي شبها القطة ديه وبتحسبهم انهم بيتحقوا عليهم وقتها يجروا بيكون زيهم منهم وبيأمر كل اللي وراه انهم يموتوا وفعلا في الثواني بيلاقيهم كلهم ميتين وما بيتوقفش عند كده وبس ده كمان بيستخدم قوته على بقية الوحوش وبيخلص عليهم الواحد وراه التاني ولكن المرة دي بيحاول انه ما يقتلهمش وبيستخدم قوته على اجزاء من جسمهم علشان ما يموتوش لكن بيفشل وبيلاقيهم كلهم بيموتوا برضو وتموشيكا بيكون شايفة كده وبتقوله انت ليه بتعمل حاجة زي كده فبيرد عليها ببرود وبيقولها انه بيحاول يجرب قوته بحس انه ما يقتلش اللي قدامه ويدمر جزء بس من جسمه وبيجرب مرة تانية والمرة دي فعلا بينجح انه بيسيب واحد بالعامة منهم وطبعا ده بيرعب اللي وقفين والبنت اللي شبه القتة بتوعب تترجاها انه ما يقتلهاش وبتقوله انها عندها اخوات صغيرين وبتقوله انها عندها اخوات صغيرين وعاوزة تخلي بالهم منهم لكن يجرو بيكون بريد جدا ومش مهتم بكلامها وبيقولها ان ده مش مبرر علشان تكون حرمية وكمان انت كنت عاوزة تخلص علينا وحتى الراجل اللي كان فخور بنفسه ده وانه كان فاكر يجرو فريسة سهلة بيترجوه ومرعوب انه يسمحه وكمان ولكن يجرو بيرفع ايده وبيأمرهم انهم يموتوا ولكن المفاجأة ان قدرته ما بتتفعلش وقتها بيستغلوا الفرصة وبيهربوا من قدامه بتسأله تمشيكا باستغراب ليه سبتهم يهربوا لكن فجأة بتتفعل قوة يجرو ومنلاقي البنتين والراجل اللي معهم التانيين بيموتوا وبيقول لها يجرو احنا لازم نسيب المكان ده ونمشي دلوقتي ولكنهم بيتفاجوا بقائدة الحرس بتوقفهم مكانهم وبتكرر انها تحقق معهم في كل اللي حصل لكن يجرو بيكذب عليها وبيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة حصلت لكن قائدة الحرس بتكون عارفة انه بيكذب عليها وبتقولوا انها شافت الوحوش دلو وهم محصرينه وكمان شفتهم وهم بيموتوا الواحد ورا التاني وان الناس اللي معاه عندها مناعة ضد حكماء السحر وان السحر اللي عندهم هم خدوه كهدية مش هينفعهم ولكن المساعد بتاعها بيعرفها ان مهارة التقييم بتاعته بتقول ان مفيش حد منهم عنده سحر من سحر الهدايا فبتتسدم رئيسة الحراس وبتقول له ان تأكيد كده بريء من كل اللي حصل وبتسيبه مهيئة متعصبة والمساعدة بتاعتهم بتعتزر لهم ويجروا بيسأله لو فيه اي مكان يقدروا يباتوا فيه النهاردة وفعلا بيوصلوا عند فندق وبيكرروا الدخول وتمشيكا بتدخل القوضة وبتتفاجئ من جمالها وبتفكر تمشيكا وبتقول يا ترى هو بيفكر زي مانا بفكر فيه دلوقتي ولا لأ مش عارف دي بتفكر فيه والله ولكن مرة واحدة بيقطع تفكيرها شبح واللي بيكون شبه اختها الكبيرة بحد كبير جدا بتعرفها شبح على نفسه وبتقول لها ان اسمها موكو وانها تكون الحرصة الشخصية لها وانها موجودة هنا مخصوص علشان تساعدها في اي مشكلة فبتسألها تمشيكا هي مظهرة لاش ليه قبل كده فبترد عليها وبتعرفها ان ده بسبب يجروا اللي بيكون معاكي وانا لما بشوفه بترعب منه وبتقول لها ان قوة يجروا مش بتأثر على البشر بس انما كمان بتأثر على الارواح والاشباح اللي زيها وبتطلب من تمشيكا انها تقول لي وجروا بوجودها علشان لو هو شافها صدفة ولا حاجة ما يقتلهاش وبتقول لها انها وظفتها تحميها من اي قوة وكمان هي لمنعت سحر الهدايا يجيلها فبتتدايق منها تمشيكا جدا وبتقول لها ان بسببها بقيت ضعيفة جدا وما عندهاش اي قوة وكان من الممكن انها تموت من هجوم التنين فبتعرفها موك ان سحر الهدايا ممكن يكون مفيد فعلا وقوي انما في نفس الوقت اي حد بيكون عنده بيكون متحكم فيه وعمل زي اللعبة في دين الحكام وبتقول لها ان هدفها الوحيد انها تساعدها انها ترجع للعالم الاصلي تاني بسلام وقتها تمشيكا بتكون مترددة جدا وبتقول انها لو رجعت للعالم بتاعها تاني هتبعد عن يوجيرو وده هي مش عاوزة كده بعدها بقى بييجي تاني يوم وبتروح ليوجيرو واللي بيكون قاعد لوحده وبيفكر هم هيعملوا ايه وبيعودوا مع بعض وبتيجي مندورة الفندق واللي بيكون طلب مساعدتها علشان يقرف مكان باقية الطلبة بتعرفوا على مكانهم فعلا وبتديلوا شوية حاجات تساعدهم في الرحلة وبتحجز لهم كمان تسكرة للقاطر وبنشوفهم معاعدين في القاطر وبيكون المرة دي معاهم الشبح موكي واللي بتكون خايفة جدا من يوجيرو ويوجيرو المرة دي بيكون قادر ان يشوف موكي لان تمشيكا حكيت له عنها وبنعرف بعدين ان بقيت الطلاب راحوا للغابة علشان يتضربوا ويرفعوا قوتهم السحرية وفي ثانية يوجيرو بيحس ان فيه هجوم جاية عليهم فبيحمة تمشيكا منه والقاطر كله بيتضمر وبنروح بعد كده لقائدة الحرس اللي بيكون مسكت واحد من الوحوش واللي هو يا جوري خليها اعمى ولكن بالرغم انهم استخدموا سحر الشفاء عليه الا ان برضو ما بيتشفيش وبيكون مرعوب ومش عارف يتكلم والحكيمة لنا بتجرب تخلع عينه وتستخدم سحر الشفاء عليه وترزع له عين جديدة ولكن المفاجأ ان برضو ما بيكونش فيه اي فرق وبيفضل على حالته فمن غير انظار بتهاجم عليه وبتعد من رقابته وده لانها مصص الدماء واي حد بتعده طبعا بيتحول لمصص دماء زيها وفعلا الوحش بيتحول وبيكتسب كوة كبيرة جدا وبيتحول لتابع ليها لكن برضو ما بيكونش فيه اي فرق وبيفضل اعمى وفجأ بيتفاجأ ان الاصر اللي هما فيه بيتدمر وبيدخل عليهم واحد وبيكون من فئة البطل نرجع بقى لو يجروا هما بيسمعوا ستنبيه ان في واحد من الحكماء في معركة دلوقتي جنب القطر وده هو اللي سبب الضمار للقطر الحالي وبيظهر روبط ضخم وبيكون هو اللي بيقاتل الحاكم والمعركة ما بينهم بيكون ضمار على الاخر وتمشيكة بتقول لي يجروا انت ليه ما قتلتهمش دلوقتي بما انهم بيرخموا علينا في الرحلة فبيقول لها يجروا انه ما ينفعش هيئة الكل اللي بيضايقه او يعترضوا او يتريع عليه لان كده على اخر الرحلة هيكون خلص على معظم الناس اللي في العالم ولسه ما خلصوا كلامه بيلاقوا الروبط واقف قدامه والحاكم بيكبر على النار وبيزعق فيهم وبيقولهم انهم اوسخ من الزبالة وبيستخدم قوة السحرية وبيهاجم عليهم وبيجمدهم وفي نفس الوقت في القلعة البطل بيكون في مواجهة مع الحكيمة وبيظهر تفوقه في الكتال والحكيمة ما بيكونش حصلها اي حاجة لكنها بيكون متضايقة انه قطع فستانها وبتسأله هي متعصبة عن سبب الهجوم عليها لان الابطال اللي زي والمفروض بيكونوا بيواجه ملوك الشياطين بس لكن البطل واللي اسمه اين وبيقول وهو بيهاجم عليها ان لازم حد يوقف عند حدها وبيقول لها ان كل الحكماء لازما يموتوا وبيفعل قوته اللي في ثواني بتضمر المكان كله نرجع بقى ليجروا بعد كده اللي بيسأل الحكم هو ليه قتل الناس الابرياء وهما ما كانوش جزء من المعركة بتاعته لكن الحكم ما بيهتمش لكلامه وبيعود يستاذق بيهم وفجأة تكنية يجروا بتتفاعل عليه وبيموت في ثواني وبنشوف البطل اين هو التاني بعد ما استخدم قوة السف المقدس بتاعته وبيكون فاكر انه كده خلاص خلص على الحكيمة لكن بتجيله الصدمة لما بيلاقي الحكيمة لسه عايشه ووقتها بيعلن استسلامه وبنعرف ان الحكمة دي خالدة وما بتموتش ابدا فبيقولها ملوش لازمة الكلام ده وتخلص عليه بسرعة لكنه بيتفاجأ اكتر وبتقوله انها ملهاش مزاك تخلص عليه وبتمسكه ترميه لمسافة كبيرة وبتطلب من كيدة الحرس انها تعرف عن مكان يجيره علشان تعرف ايه اللي حصل للوحش ده بالزبط وبينلاقي الروبوت بيحيي يجيره وبيقوله انه كان عارف كل حاجة عنه وانه مستعد ينفز له اي طلب فبيقوله يجيره انت ممكن تساعدنا اننا نرجع للعالم الاصلي فبيعرفهم الروبوت ان العالم الوحيد اللي يقدر يوديهم ليه هو العالم اللي جه منه بس لكن برضو مش هيقدر ياخدهم هناك لان فيه اجزاء تانية مجبهاش للعالم ده وغير كده ما يقدرش ياخد شخص خطير زيه للعالم بتاعهم لانه ممكن يدمره وقتها بتظهر الشبح موكي وبتقولهم انها عندها اقتراح كويس اوليهم وبالليه لما قائدة الحرس بتوصل عند مكان المعركة بتلاقي الحاكم ده بيكون ميت وده بقى بيصدمها اكتر وبيوصل الخبر للحاكمة الشيو ولكن مش بتصدق ان يجروا هم السبب في حاجة زي كده لان الحاكم لايل قال لها ما ينفعش نسيب واحد عنده قدرة على قتل الحكماء وبينشوف يجروا تمشيكا راحوا الغابة بعد كده والشبح موكي بتديهم سيف بتكون خدته من الروبوت وبتعرفهم انهم ممكن يغيروا شكله لأي شكلهم عاوزينه وبينشوفهم بعد كده بيكملوا طريقهم في الغابة لغاية ما بيوصلوا للمدينة فهي طرق ايه اللي هيحصل بعد كده وهل هيقدر بطالنا فعلا انه يحمي تمشيكا وهيقدر يرجعوا للعالم بتاعهم تاني ولا لأ كل ده بقى هنعرفه في الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك لو عجبت الكسة والتابع الفيديوهات بتاعتنا اول بول واخر حاجة بقى ان اكتصال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلا سلام واخيرا نجد عن نزلة الحلقة الاولى من انمي وان بيس الجديد ارك ريوما قاتل التنين واللي ما يعرفش مين هو ريوما فده واحد من اعظم السيافين في وان بيس كلها وبسبب ان اودا ما كانش جايبه في وان بيس فحب يعمله ارك منفصل خالص عن وان بيس واخيرا هنعرف كسة ريوما كاملة وازاي حول السيب بتاعه اللي كان مع زوره للون الاسود ويلا بينا بقى عشان بصراحة همتحمس جدا بالحلقة ديت بتبدأ الحلقة بالروه هو بيقول ان عد عشر سنين على سرقة قرن التنين الاستوري وكان القرن ده بيتمتع بقوة خارقة الطبيعة وانه كان كنز فريد من نوعه وما فيش حاجة جات شبهه قبل كده والسرق اللي سرق قتل عدد كبير جدا من الحراس اللي كانوا حرصينه وفضلت الحقيقة مخفية لحد يومنا هذا يعني هو يقصد انه ما يعرفوش مين هو السياف اللي عمل كده بيقولوا الروه ان في الزمن اللي احنا فيه حاليا حصلت حروب كتيرة جدا من ناس كان عندهم قوة خارقة لدرجة ان عدد كبير جدا من سكان الارض ماتوا وحسينا انها نهاية الكرة الارضية وشكله كده بيتكلم عن الحرب اللي دارت في المملكة المزدهرة من 800 سنة اللي احنا لحد الان ما نعرفش عنها حاجة والحجبة دي بقى اتسمت بلعنة التنين الله دي شكلها كده تبقى لحداث مولعة وهنعرف برضو بعض الاسرار بعد بابا